إني لمطريح ببابك من لسواك لادى المهارك إني أتيتك مخبتا أرجل وصولي إلى رحابك إني لمطريح ببابك من لسواك لادى المهارك إني أتيتك مخبتا أرجل وصولي إلى رحابك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيته الطيبين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته إنه أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين إنك أنت الفتاح العليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الإخوة الأكارم أيها الأخوات الطيبات واللقاء معكم يتجدد في حلقة جديدة من برنامج المستغفرون بالأسحار في جزئه الثالث في حلقته الواحدة والعشرين نسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصومة وأن لا يجعل فينا ولا منا شقية ولا محرومة حياكم الله من جديد كالمعتاد أن نبدأ كل حلقة في استقبال اتصالاتكم ومن ثم نعود إلى موضوع الحلقة الذي نتكلم فيه عن ليالي الاستغفار كيف نقضي هذه الليالي وهذه الأيام المباركة التي نخدم فيها شهر رمضان المبارك فنحن اليوم في ليلة وطرية هي الليلة الأولى من الليالي الوتر من الليالي الوتر التي نتحرى فيها ليلة القدر من أعظم الزاد الذي نقدمه في أيام رمضان ولياليه هو الاكثار من الاستغفار نعم معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله طبيعة الشيخاني معوق بثلاثة أطراف نعم فضل أبو مهند معنا مهند مهند ماشي استاذ مهند من بغداد نعم معوق بثلاثة أطراف معوق بثلاثة أطراف وريد يعني يجوز لك التيمم على الجدار ولا بدل من الاغتسال والوضوء يجوز لك التيمم وبعد شنوه على الجدار بدون الاغتسال بدل الاغتسال والوضوء نعم طيب بدل الاغتسال والوضوء طيب نعم نعم تسمع الجواب أستاذ مهند إن شاء الله يشافيك ويعافيك ويعلم أجرك إن شاء الله مأجور إن شاء الله أبشر أخي الحبيب حياك الله نعم نعم أحباب الكرام الاكثار من الاستغفار في هذه الليالي ليالي الاستغفار أسمينا الحلقة ليالي الاستغفار على اعتبار أهمية هذه الليالي أما الاستغفار فحاجتنا له ملحة وملازمة لنا وملازمون لها في الليل والنهار في رمضان وفي غير رمضان لا غنى لنا عن كثرة الاستغفار لا غنى لنا عن كثرة الاستغفار لكنني أردت في هذه الدقائق القليلة التي نستقبل فيها الاتصالات ونتكلم فيها عن موضوع الحلقة ثم نجيب على الاتصالات أن نتكلم عن أهم ثمار الاستغفار نعم مع الاتصال وخطناهم عاليد فضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله فضلي يا أم علي حيا شوالله يتقبل طاعات لك الله خير الشيخ يعني هل سير أنه أنا آخر مثلا من أخوتي أو والدي بدون علمهم يعني أموال فقط يعني أخذ حاجتي اللي أنا رضيته ومتعب ذلك اليوم لحظة ياردت ترفعين صوت شوي يا أم علي الله يحفظك بس الصوت شوي نعم تفضلي هل يجوز أن تأخذين من أخوانك نقطع الاتصال نعم نأسف من الأخوة مع علي نقطع الاتصال نعم معنا اتصال أبو ماهر أبو ماهر أبو ماهر تفضل أخي الحبيب حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي الكريم يا مرحبا القراءة من المصحف أنا أغرب القرآن ومن أغرب القرآن تجيني مكتوب تجده من أسجد يعني شغل ما تقول في السجدة نعم طيب أبشر سجدة واحدة تسمع الجواب إن شاء الله سيد أنور إن شاء الله أبشر حياك الله يا مرحبا معنا أخونا أبو علي تفضل أبو علي نصينا التلفزيون واسمعنا من الجوال تفضل أخي الحبيب أبو عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبو علي والدي نعم والدي جامس بخول نعم تعتقد في إذكار رنبار نعم تعتقد في إذكار رنبار وعمره صار 13 سنة عمره 13 سنة نعم والدتك من ولدت أخوك ولدتها برمضان وأفطرت نعم نعم هس أخوك صار عمره 13 سنة نعم والوالدة لحد الآن ما قضت الأيام اللي فاتتها نعم طيب زين حبيبي بالنسبة للوالدة الوالدة الآن تقدر الصوم هي صايمة رمضان نعم صايم طيب أبشر تسمع الجواب إن شاء الله تسمع الجواب حياك الله حياك الله يا مرحبا نعم نعم أيها الأخوات الكرام حين نتكلم عن الاستغفار في هذه الأيام المباركة لماذا الكلام عن الاستغفار؟ لأننا بحاجة إلى أن نتطهر لأننا بحاجة إلى أن نتعطر لأننا بحاجة إلى أن نتبخر لأننا بحاجة أن نكون على قرب من الله عز وجل فالاستغفار يجعلنا قريبين من الله حبيبين لله عز وجل معنا اتصال ومعاليد فضلي وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله نعم نأسف لانقطاع الاتصال يا معاليد فضلي إخوانيش أكبر منيش نعم واززوجه وصار المصرف مبلغه هل يصير آخر منهم بدون علمهم؟ تأخذين منهم شلون يعني؟ يعني بدون علمهم ها يعني تأخذين من أموالهم بدون علمهم؟ اي نعم حتى سد الحاجة زين انت ما من الزوجة انت يمهم بالبيت ولا من الزوجة؟ لا 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 يمهم واني رقيتهم وثاليهم ها يعني انت تقريبا مقام الأم صرت إلهم؟ اي نعم نعم والدت متوفي يعني ولحد الآن انت بالبيت وياهم ما من الزوجة مو؟ اي لحد الآن يعني لحد الآن وياهم قارضوا في سنة الأربعين سنة زين يوم علي الله احفظش هم ما ينفقون عليش؟ يعني الله بيله يعني شون يعني واحد يبقى حيم وتحيه يعني انفقون لكن شيء قليل جدا تمام؟ قليل وبالتعب زين انت ما ليش أموال يعني خاصة أن يكون من تركة الوالد الله يرحمه الوالده ما أعطوش حقك يعني؟ لا 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 ما قوي شيء طيب ابشري تسمعين الجواب يا معالي ان شاء الله ان شاء الله تسمعين الجواب حياة ان شاء الله نعم نكتفي بهذا القدر أخونا المخرج؟ نعم تمام ان شاء الله نعم احباب الأكارم فقلنا لأنه حاجتنا للاستغفار كحاجتنا الى الانفاس فكما انك تتنفس كل يوم وفي كل ليلة وعندما ينقطع عنك النفس تنقطع عنك الحياة عندما ينقطع عنك الهواء تنقطع عنك الحياة كذلك حاجتك الى الاستغفار حاجة مرحة ليس في رمضان فحسب بل في كل ايام السنة لماذا؟ لأنك عبد خطاء ولأنك أمة خطاء ولأنني عبد خطاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلابد ان ندرك حاجتنا الى الاستغفار بل حتى العلماء يقولون يعني في الغالب انه لا تجنى ثمار الاستغفار الا بالاكثار والاستمرار الا بالاكثار والاستمرار فكما انك عرضة ان تخطأ باستمرار لابد ان تمرن لسانك وان تمرن قلبك على الاستغفار على فقه الاستغفار على فلسفة الاستغفار على معاني الاستغفار كالانكسار لله الواحد القهار كالافتقار الى الله عز وجل الواحد القهار كالاعتذار بين يدي الله الواحد القهار كالتطهر من الذنوب والمعاصي والخطايا لأنها تحجب قلبك عن ربك سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الله عز وجل يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالران الذي يحصل حول قلبك هو بسبب ذنوبك وإذا حصل الران حجب القلب عن الرب سبحانه وتعالى وإذا حصل الاستغفار عاد القلب إلى حالته الطبيعية موصولا بالله قريبا من الله حبيبا إلى الله متبتلا متذللا منكسرا مفتقرا معتذرا بين يدي الله عز وجل وما أعظمها من لحظات حين تعيش يا عبد الله رعاك الله يا أمت الله رعاك الله يا رعاكم الله جميعا حين نعيش ماذا نعيش معاني الاستغفار نعيش ثمار الاستغفار نعيش روحانية الاستغفار نتفيأ ظلال الاستغفار أنت تخطأ فكما أنك خطأ عبد خطأ والله عز وجل غفور غافر غفار تواب سبحانه وتعالى فإذا يقبل منك اعتذارك يقبل منك استغفارك يقيل لك عثارك يستر لك عورتك يمح لك خطيئتك يقبل منك توبتك فكما أنك خطأ ينبغي أن تكون كثير الاستغفار كثير الاستغفار وكثير الإنابة لله عز وجل أو واب كثير الاستجابة لله عز وجل لذلك وددت أن أتوقف عند بعض ثمار الاستغفار وبعض دلالات الاستغفار العظيمة منها أحباب الأكارم على سبيل المثال وهي كثيرة منها أن الله عز وجل وعد المستغفرين وعد المستغفرين بالمتاع الحسن أن يمتعهم متاعا حسنا في دنياهم ومن ثم يكون لهم حسن المثوبة وحسن الأجر في آخرتهم يقول الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله فإذن هذا وعد من الله عز وجل يا من تبحثون عن الحياة السعيدة الهاني الرغيدة يا من تبحثون عن سر قرة عيونكم وانشراح صدوركم وطمأنينة قلوبكم ورضى نفوسكم ورضى خالقكم ومعبودكم سبحانه وتعالى أكثر من الاستغفار اجعلوا لليالي رمضان وأيام رمضان دويا مثل دوي النحل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله وأن تدرك معاني الاستغفار يعني تستحضر جملة أمور مع الاستغفار مع المستغفر مع المستغفر سبحانه وتعالى مع صيغة استغفارك ودلالاتها ومعانيها ومع كونك أنت المستغفر كيف ينبغي أن يكون حالك فيه من الخشوع فيه من الخضوع فيه من الدموع فيه من التذلل والانكسار فيه من الخشوع والاعتذار والافتقار بين يدي الله الواحد القهار وفي نفس الوقت أنت تدرك ماذا؟ عظمة الله عز وجل الذي تستغفره عظمة الله عز وجل الذي عصيته سرا أو علانية الذي قصرت في حقه أو في حق خلقه سبحانه وتعالى جملة أمور يعني أن ينبغي أن تدركها في صيغة الاستغفار في حالك أنت كمستغفر وأيضا تتوقف عند عظمة الله عز وجل تبارك وتقدس وتنزه أن يكون له شبيه وأن يكون له مثيل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما يقول العلماء يعني لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت تتذكر عظمة الله تتذكر حياءك من الله تتذكر خجلك من الله تتذكر اعتذارك لله استغفارك لله عز وجل هذه جملة معاني أن ينبغي أن تستحضرها إذن من ثمار الاستغفار العظيمة أحباب الأكارم أخواتي الطيبات هو ماذا؟ هو المتاع الحسن وكلنا يبحث عن حياة سعيدة في دنيا ومن ثم حياة سعيدة خالدة في الآخرة وهذا يتحقق ماذا؟ بكثرة الاستغفار قلنا اكثار واستمرار لا تجني ثمار الاستغفار إلا بالاكثار والاستمرار دائما مرن لسانك وعود لسانك وعود قلبك وعود جوارحك على الاستغفار وعلى فلسفة الاعتذار الاعتذار جميل جدا حتى مع الخلق فكيف إذا كان مع الحق سبحانه وتعالى جميل أن تخطئ في حق أحد فتعتذر إليه فيقبل اعتذارك وأجمل من هذا بكثير عفوا أجمل من هذا بكثير هو استغفارك لله عز وجل واعتذارك لله عز وجل وتأتيك البشائر العاجلة والآجلة في أن الله قبل استغفارك وأن الله قبل اعتذارك وأن الله قبل توبتك وقبل إنابتك سبحانه وتعالى من ذلك إنزال المطر وزيادة القوة والناس اليوم يحتاجون إلى المطر ويفرحون بالمطر لكثرة ما ينزل من الخير مع المطر ويحتاجون إلى القوة المادية والمعنوية لأنفسهم لعوائلهم لمجتمعاتهم لأمتهم يقول الله عز وجل ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم فهذا وعد من الله عز وجل للذين يدمنون على الاستغفار ويكثرون من الاستغفار ويحسنون التوبة والاعتذار أن الله يزيدهم قوة إلى قوتهم وأن الله يرسل السماء عليكم مدرارا وأن الله يرسل السماء عليهم مدرارا والله تعالى إذا أعطى خلقه أدهشهم بعطائه أدهشهم بعطائه لا حد لعطائه ولا مانع لما أعطى ولا معطية لما منع الفضل كل الفضل بيديه خزائل السماوات والأرض كلها بيديه خير الدنيا والآخرة كله بيديه فأين تذهب يا عبد الله أيها العبد المذنب الذليل الصغير الفقير المقصر في حق مولاه لا تذهب يمينا ولا تذهب شمالا ولا تطرق أبواب الخلق وإنما أطرق باب الحق سبحانه وتعالى ولسان حالك شعارك افتقار ودثارك انكسار وشعارك استغفار ودثارك حسن اعتذار تقف بها بين يدي الله الواحد القهار فترجع وقد غفرت ذنوبك وسترت عيوبك وحقق الله لك مطلوبك فيا لسعادتك في الدنيا ويا لسعادتك في الآخرة لأنك حظيت برضى ربك ومولاك وحظيت بقربه وحظيت بحبه وحظيت بمغفرة ذنوبك فأصبحت طاهرا مطهرا مبرأ من نقائصك وعيوبك ومعاصيك وذنوبك منها أيضا أحباب الكرام وهو أمر مهم جدا هو إجابة الدعاء لذلك ينبغي أن نفطا أن هناك عبادات كثيرة قد تسبق الدعاء أو تتخلى للدعاء أو تتبع الدعاء ومن بينها الاستغفار أنك كلما أكثرت من الاستغفار قبل الدعاء وتخلل دعائك أيضا الاستغفار وجاء بعد دعائك أيضا الاستغفار هو دليل على حرصك بلسانك وجوارحك وقلبك أن الله يقيل لك العثرة ويستر لك العورة ويمحو عنك الخطيئة حين تتذكر الأيام الخوالي مع الله عز وجل وتتذكر إسرافك في المعاصي بشرب الخمر بالزنا بالنظر إلى النساء بالتبرج بترك الحجاب بالخلوة المحرمة بالاختلاط المحرم بأكل أموال الناس بالباطل بأكل أموال اليتامة بعقوق الوالدين بقطيعة الرحم بالتقصير في حق الله بالصلوات بالغرق في المعاصي والملذات والشهوات المحرمات عندما تتذكر كل ذلك وتأتي تستغفر الله عز وجل وتكثر من الاستغفار فيرى الله في قلبك صدق الإقبال عليه وصدق الاستغفار بين يديه وصدق الاعتذار إليه عند ذلك يمحو الله خطاياك يمحو الله خطاياك ويسر الله معاصيك وعيوبك فأي كرم كرمه وأي رحمة رحمته ببركة هذا الاستغفار أنت حريص على إجابة الدعاء أنت أختي حريصة على إجابة الدعاء حاول أن تجعل ما قبل الدعاء اكثار من الاستغفار ثم أن تمزج دعائك بالاستغفار ثم أن تتبع دعائك بعدما تنهي الدعاء تماماً استغفر في ليلك في نهارك في حلك في سفرك في فراشك وأنت تمشي إلى المسجد وأنت تمشي إلى العمل ليكن لسانك رطباً بذكر الله وأكثر من الاستغفار فإذا رأى الله عز وجل في قلبك صدق الاستغفار وصدق الاعتذار غفر لك وأي سعادة أعظم من سعادتك حين تبشر من قبل الله عز وجل أن الله غفر لك ذنوبك وأن الله ستر عليك عيوبك وأن الله قبل لك توبتك وكتب لك إسماً مع التائبين وجعل لك سهماً مع المنيبين وجعل لك حظاً مع النادمين والمستغفرين فأنت السعيد لأنك استغفرت وصدقت في استغفارك فحين نكون حريصين على إجابة الدعاء ينبغي أن نستغفر الله عز وجل يقول الله عز وجل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب الله فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إذن الاستغفار ماذا يصنع بك؟ الاستغفار يقربك من رحاب الواحد القهار الاستغفار يدنيك من أبوابه الاستغفار يجعلك تنيخ مطيتك في رحابه الاستغفار يجعلك محبباً مقرباً عند إعتابه سبحانه وتعالى الاستغفار يجعل لك إسماً بين أسماء أحبابه سبحانه وتعالى الله يعلم أنك عبد الخطاء لكنه يحب من الخطائين من؟ يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين الله يريد أن يتوب عليك فماذا تنتظر أنت؟ لماذا لا تتوب؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً فحين تريد أن تكون قريباً من الله وأن يكون الله قريباً منك مجيباً لدعائك فاحرص على كثرة الاستغفار يقول سبحانه وتعالى فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب مجيب أبشر بقرب الله وأبشر بإجابة الله لدعائك حين تكثر من الاستغفار منها أيضاً أحباب الكرام وهو أمر الكل منا يحرص على أن يكون من أهله على أن يكون من أهله وهو رحمة الله عز وجل رحمة الله عز وجل وود الله عز وجل الودود حين تريد أن تنال وداداً من الله عز وجل وحباً من الله عز وجل ورحمة من الله عز وجل استغفر الله عز وجل استغفر الله عز وجل فهو الرحيم الودود وهو الغفور وهو الغافر وهو الغفار سبحانه وتعالى يقول الله تعالى فإذا أردت رحمة الله وإذا أردت أن ينالك وداد الله عز وجل ودا من الله عز وجل مودة من الله عز وجل حبا من الله عز وجل فعليك أن تكثر من الاستغفار كل هذه الثمار وغيرها عشرات ومئات تجنيها يا عبد الله وتجنينها يا أمة الله وتجنونها يا رعاكم الله جميعا حين تكثر من الاستغفار نحن عباد الله المذنبون المسرفون المسيئون المقصرون كلما كدنا أن نحترق بنار جهنم هي الله لنا من نفحات رحمته ما هي وفتح لنا من أبواب خيره ما فتح وأنزل علينا من رحماته ما أنزل سبحانه وتعالى فيأتينا شهر الصوم ثم يأتينا شهر الصوم صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر وصلاة الجمعة والصلوات الخمسة والابتلاء بالمرض والابتلاء بالفقر والابتلاء بغيره مكثيرات الذنوب والخطايا كثيرة ومن أعظم نعم الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة على هذه الأمة المرحومة أمة الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فتح لهم باب الاستغفار فتح لهم باب الاستغفار فلا يكاد العبد أن يلبس للمعصية لباسها وأن يلبس لها ثيابها أو أن يمشي إليها برجله أو أن يمد لها يده أو أن يطلق إليها بصره أو أن ينصت إليها بسمعه إلا وقد كتبت عليه الذنوب والخطايا ونزلت بساحته المصائب والبلايا والرزايا ثم لا يلبث ربما إلا ثواني أو دقائق أو ساعات فيصدق في توبته وأوبته ويكثر من استغفاره واعتذاره على باب ربه وسيده ومولاه فتتحول الذنوب والمعاصي إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أقم الصلاة طرفين نهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ومن أعظم الحسنات التي أكرم الله بها أمة سيد السادات وفخر الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الله فتح لنا باب الاستغفار وفتح لنا باب الاعتذار فقم يا عبد الله وقوم يا أمة الله وقوم يا رعاكم الله وقفوا في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة الوترية من ليالي رمضان توضأوا وصلوا لله تعالى ركعتين أو أربع أو ست ما تستطيعونه من القيام ثم قفوا بين يدي الله عز وجل وأعلنوا اعتذاركم وأعلنوا توبتكم وأعلنوا استغفاركم وقولوا يا رب هذا عبد من عبادك هذه أمة من إمائك هذا عبدك المذنب هذا عبدك المسرف هذا عبدك العاصي هذا قلبي القاسي ها قد وقفت ببابك ها قد لذت بجنابك ها قد تذللت بأعتابك وأنا العبد المذنب المسرف المقصر أعتذر إليك يا رب أعتذر إليك يا رب اعتذر إليه كما اعتذر ذلك الرجل عبد الله عشرين سنة وهو متمسك بالعبادة ثم بعد ذلك نسأل الله العفو والعافية والثبات انتكس فعص الله عشرين سنة فبلغ من العمر مبلغا فنظر إلى وجهه ذات يوم في المرآة وإذا برأسه قد شاب وإذا بعلامات وجهه قد تغيرت وتذكر الأيام الخوالي مع الله عز وجل كيف كان يعبد الله كيف كان يتذلل لله كيف كان ينكسر بين يدي الله فقال يا رب عبدتك عشرين فقبلتني وعصيتك عشرين فأمهلتني فهل إذا عدت إليك تقبلني يا الله يخاطب ربه سبحانه وتعالى يا رب عبدتك عشرين فقبلتني وعصيتك عشرين فأمهلتني فهل إذا عدت إليك تقبلني يا الله فسمع مناديا ينادي عليه ويقول له يا عبدنا يا عبدنا عبدتنا فقبلناك وعصيتنا فأمهلناك وإذا عدت تلقيناك يا عبدي عبدتنا فقبلناك وعصيتنا فأمهلناك وإذا عدت تلقيناك فماذا تنتظر يا عبد الله ماذا تنتظر يا عبد الله في الليل والنهار أكثر من الاستغفار وأحسن الاعتذار إلى ربك سبحانه وتعالى فإنه يقيل العثرة ويستر العورة ويؤمن الروعة ويمحو الخطيئة يا رب يا رب هذه الذنوب في الوراء كثرت وما لي من عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني نعم أحباب الأكارم أحسنوا الاعتذار إلى الله في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام المباركة واصدقوا في أوبتكم ورجعتكم وأخلصوا النية في توبتكم فإن الله عز وجل كريم رحيم غفور غافر غفار وهاب تواب ودود يقيل العثرة ويستر العورة ويمحو الخطيئة أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نستاذنكم بفاصل ثم نعود إليكم فاتظرونا حياة إني لمطريح ببابه أرجو الوصول إلى رحابه إني لمطريح ببابه ألي سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا حياكم الله من جديد أحبة الأكارم أخواتي الطيبات إذن اجعلوا رعاكم الله هذه الليالي وهذه الأيام المباركة التي نختم فيها شهر رمضان اجعلوها مليئة بالاستغفار يا من تذوقتم مرارة العصيان أما أنا أن تتذوقوا حلاوة التوبة إلى الرحمن يا من تذوقتم مرارة البعد عن الله عز وجل أما أنا أن تتذوقوا حلاوة القرب من الله عز وجل يا من تذوقتم مرارة تفرق الشمل في أودية الدنيا بشهواتها وشبهاتها وملذاتها ومحرماتها أما آن أن تتذوقوا حلاوة اجتماع الشمل شمل قلوبكم على الله وإقبالكم إلى رحابه وإلى رضاه سبحانه وتعالى فأكثروا من الاستغفار وأحسنوا التوبة والاعتذار فإن الله يبشركم بمغفرة ذنوبكم وبستر عيوبكم وبإجابة دعواتكم الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم غفر الله لنا ولكم ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمين كان معنا مجموعة من الأسئلة نجيب عليها فنختم بها حلقة اليوم إن شاء الله تعالى وقدر ويسر كان معنا أخونا أستاذ مهند من بغداد يقول أنا معوق من ثلاثة أطراف فهل يجوز لي التيمم على الجدار بدلا من الوضوء أو بدلا من الاغتسال أو بدلا من الاغتسال نسأل الله عز وجل أن يعظم أجرك يا أخونا مهند وأن يرزقك حسن الصبر والاحتساب على ما قدره الله عز وجل لك وأن يبدلك بهذه الأطراف إن شاء الله أطرافا خيرا منها في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر وأن يكتب لك عظيم الأجر وأن يمحو عنك كل خطيئة ووزر اللهم آمين سؤالك أخي الحبيب طبعا بالنسبة للتيمم يعني هو يجوز في حق من فقد الماء والعاجز عن استعمال الماء فأنت بحكم فقدك لثلاثة أطراف قد يكون من المشقة بمكان أن تتوضى إذا كنت محدثا حدثا أصغر أو أن تغتسل إذا كنت محدثا حدثا أكبر يعني إذا كنت على جنابه ففي هذه الحالة القضية طبعا أنت تقدرها يعني بعض الناس مثلا بحكم الإمكانيات وكذا متوفرة عنده مثلا الوسائل بحيث الماء مثلا قريب منه بالإمكان توضى بالإمكان أحديعين على الوضوء كزوجة ابن بنت أم أب مثلا فإذا كانت الأمور متأسرة وبإمكانك أن تتوضى وليس في الوضوء عليك مشقة وليس أيضا في الغسل عليك مشقة فالأفضل والأحوط والله أعلم أن تتوضى عندما تكون محدث حدثا أصغر يعني تريد تصلي وأنت محدث تتوضى وحين تكون على جنابه مثلا أن تغتسل لكن إذا لم تتوفر لك هذه الوسائل وليس عندك من يعينك مثلا على الوضوء أو يعينك على الغسل أو لا يتوفر عندك مثلا باستمرار وهذه الحالات واردة عند كثير من الناس فتجد مشقة بالغة في الوضوء إن توضأت وفي الغسل إن اغتسلت فالشريعة هنا الله عز وجل جاء بها للتيسير على الناس للتعسير الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج والتيمم يباح عند فقد الماء وعند صعوبة استعمال الماء ولا شك أنك في أحيان كثيرة تجد صعوبة ومشقة فإذا وجدت هذه المشقة وليس الماء على مقرب منك وليس هناك ما يعينك على وضوء أو على غسل ففي هذه الحالة يباح لك التيمم والله تعالى أعلم بقي التيمم إذا كان الجدار عليه غبار إذا كان على الجدار غبار فيجوز أن تتيمم على الجدار أن تضرب يديك على الجدار سواء كان ضربة واحدة على بعض الفقهاء تمسح بها كلتا يديك ووجهك أو ضربتين ضربة تمسح بها يديك وضربة تمسح بها وجهك وهذا التيمم يكفي لرفع الحدث الأصغر بالنسبة للوضوء وكذلك يكفي لرفع الحدث الأكبر بالنسبة للعاجز عن الغسل لمن فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء بسبب المرضي أو غيره أو غيره فيباح له التيمم فإذا كان الجدار عليه غبار هذا يكفي إذا كان الجدار مثلا يعني سقيل ونظيف ومصبوغ وليس عليه غبار يذكر فالأحوط أنه تخلي يمك يا أخونا فهد يعني مثلا صينية تخلي بها قطعة كنبار أو قطعة قماش وتخلي عليها حفنة تراب تخليها قريبة منك ودائما من تحتاج التيمم الطب هذا التراب فتمسح يديك وتمسح وجهك وتصلي وتؤدي من العبادات ما تشاء فهذا التيمم يرفع به الحدث الأصغر وكذلك يرفع به الحدث الأكبر إن كنت محدثا حدث أكبر هذا والله تعالى أعلم أم علي تقول أنها تسكن مع إخوانها وهي لم تتزوج أصبحت كبيرة لم تتزوج لكن إخوانها لا ينفقون عليها تقول فهل يجوز لي أن أخذ من أموالهم دون علمهم طبعا نحن نتألم لا نتألم لهذا السؤال بل نشكر من يسأل هذا السؤال بصراحة كما سألت إحدى الأخوات قبل أيام هل يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها دون أن يعلم إذا كان الزوج شحيحا وإذا كان الزوج بخيلا لا ينفق على زوجته الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالمعسر ينبغي أن ينفق رغم إعساره والموسر ينبغي أن ينفق مع يساره إن كنت معسرا فأنفق مما أتاك الله وإن كنت موسرا أيضا أنفق مما أتاك الله فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته والإخوة ملزمون بالإنفاق على أختهم فإن أنفقوا عليك فأنا لا أنصحك بهذه الطريقة أن تأخذ من أموالهم دون علمهم إن أنفقوا عليك هذا يكفي أو إن كان لك حق عندهم وأنت تطالبين به الوالد رحمه الله الوالدة إذا تركوا أرضا تركوا مالا ولك فيه حق فالأولى أن تطالب بهذا الحق ولم يتركوا شيئا الأخوة هذا من تكريم الإسلام للمرأة أنها إن كانت أما أوجد الله عز وجل لها من يخدمها ومن ينفق عليها من أولادها إن كانت زوجة أوجد لها زوجها إن كانت جدة أوجد لها أحفادها إن كانت أختا أوجد لها إخوانها وهكذا فالمرأة تنتقل من تشريف إلى تشريف ومن تكريم إلى تكريم وهذه شريعة الله عز وجل من يكرم المرأة هو كريم عند الله عز وجل ومن يهن المرأة هو ليس بالكريم عند الله عز وجل فين بغي أن نعطي المرأة حقها هذه الأخوة أخوتناهم علي يعني لها حق على إخوانها أن ينفقوا عليها كما تنفقون على بناتكم على أبنائكم على زوجاتكم على أمكم على أبيكم إن كانوا على قيد الحياة وأختكم في نفس البيت أنتم ملزمون بالإنفاق عليها ليس هذا منا منكم وليس هذا فضلا بل أنتم يجب عليكم أن تنفقوا عليها وإذا أغلقت كل الأبواب يا أخوتناهم علي ولم ينفقوا عليك فهنا اتقوا الله ما استطعتم هنا من باب الضرورة الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها إذا أخذت ما يكفي لكسوتك إن لم يشتروا لك ثيابا أو يكفي لعلاجك إن لم يعالجوك أو يكفي لإطعامك إن لم يطعموك فأنت في هذه الحالة من باب الضرورة من باب الضرورة لكن إن تحصل أي وسيلة شرعية كالتركة التي تقسم على الورثة كتذكيرهم كنصحهم كموعظتهم من قبلك بشكل مباشر من قبل غيرك بشكل غير مباشر حتى تحتاطي لنفسك ولا تدخلين في قضية فيها شبهة لكن إن تعذر كل ذلك واغلقت كل الأبواب فلا أحرج عليك أن تأخذ منهم بما تسدين به حاجتك لكن أبقى وأقول هذا للضرورة الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وأبقى أقول إن تحصل أي وسيلة شرعية غير هذه طبعا هو أفضل وأحوط لك يا أم علي والله تعالى أعلم أخونا أبو ماهر يقول أنه يصلي لكنه لا يحفظ القرآن ولا يحفظ شيئا من القرآن فهل يجز لي أن أقرأ من المصحف نقول يا أخونا أبو ماهر لا حرج عليك وهذا الأمر طبعا غالبا نحتاجه يعني في قضية الصلاة الفريضة يعني الأولى أن نحفظ صورة الفاتحة هو أن نحفظ شيئا من القرآن حتى لو حفظ المسلم مثلا انقصار السور لإخلاص المعوذتين مثلا الفلق الناس الكوثر وغيرها من انقصار السور فهذه تجزئنا إن قرأناها في صلاة الفريضة لكن أحيانا المسلم يحتاج إلى إطالة القراءة خصوصا مثلا في صلاة النافل أنت الفريضة مثلا تصليها جماعة في المسجد أو حتى لو صليتها في محل العمل أو وافق ظرف مثلا وصليت في البيت فتستطيع أن تصلي مما تحفظ حتى لو كان قليلا أو من قصار السور لكن صلاة النافل أو مثلا صلاة قيام الليل أحيانا يحتاج المسلم أن يقرأ كثيرا لكنه لا يحفظ فهل يجوز له أن يقرأ من المصحف نعم يجوز لك أن تقرأ من المصحف يا أبو ماهر والله أعلم أخونا أنور يقول أن أحيانا أقرأ القرآن فأمر بسجدة فأسجد كم مرة أسجد وماذا أقول في السجود نقول يا أخونا أنور والله أعلم يعني هو أغلب العلماء على أن سجدة التلاوة هي غير واجبة لكنك مأجور لكنك مأجور عليها لكنك مأجور عليها تسجد سجدة واحدة يعني مرة واحدة تسجد على الأرض وتقرأ أذكار السجود المعتادة سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات هذا يكفي والله تعالى أعلم أخونا أبو علي يقول أن أمه ولدت مولودا قبل حوالي ثلاثة عشر سنة فأفطرت في رمضان بسبب ذلك وهي لم تقضي ما فاتها منذ ذلك الحين سألته هل هي الآن تستطيع أن تصوم قال نعم هي الآن تصوم رمضان ما دامت هي صحيحة يعني غير مريضة وغير عاجزة عن الصيام وهي صائمة في هذه السنة رمضان بعد أن تنتهي من صيام رمضان إن شاء الله في شوال أو في الأشهر التي بعده تحاول أن تحدد أيام معينة ثم تبدأ بقضاء ما فاتها من الصيام فهي ملزمة بالصيام ما دامت تستطيع الصيام متى ما عجزت عن الصيام بسبب مرض مزمن أو بسبب عجز دائمي ومستمر لا تستطيع معه الصيام عند ذلك ستتحول إلى الكفارة لكن ما دامت تستطيع الصيام فالأولى في حقها أن تصوم والله تعالى أعلام بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا ونبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إننا نسألك من فضلك العظيم ورحمتك التي لا يملكها أحد غيرك اللهم اعتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأرحامنا وقراباتنا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الإحياء منهم والأموات من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير ودبر أمرنا فإننا لا نحسن التدبير اللهم اكشف الهم عنا وعن المهمومين نفس الكرب عنا وعن المكروبين اقض الدين عنا وعن المدينين اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين فك قيد أسرانا وأسر المسلمين واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ومن أحبنا فيك وأحببناه ومن أوصانا بدعاء الخير وأوصيناه واغفر يا ربي لأصحاب الحقوق علينا وعليهم كافة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حبت الأكارم حتى نلقاكم على خير إن شاء الله تعالى وقدر ويسر لا تنسونا من صالح دعائكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة